صباح الخير وصباح الهمة والنشاط وجمعة مباركة خلينا نقول بسم الله وندخل المطبخ لنحضر خل صحي حلال وبإذن رب العالمين طريقة صحيحة مليون بالمئة أول شي رح نشتري تفاح نوع جيد المادة السكرية فيه مرتفعة وما ننسى هالتفاح معرض بإنه نرشو مبيدات حشرية ومعرض لحشرات مشان هيك بحضر وعاء بحط فيه مي عادية معلقتين خل أي نوع خل ومعلقتين كربونات الصوديوم بنقعه للتفاح فيه لمدة نصف ساعة بعدين بغير المي عنه مرارا وتكرارا وبنشفه وبتخلص من هذا اللي شايفينه عملت زوم عليه هذا ضروري لأنه مرتع للحشرات لربما يكون فيه بيوت بعدين وقت التخليل بيدود معك الخل وبتقولي دود الخل قسمنا التفاح ممكن لأربع أنصاص وممكن لتمن أتمان كل ما نعمتي وقسمتي بتسرعي من عملية التخليل رح أقرب التفاح على الكاميرا مشان أفرجيكن اللي لازم نتخلص منه هذا هو تخلصي منه وقطعي الشك باليقين على فكرة شايفين أنينة الخل هي حضرتها مسبقا عملت الخل وصورت طريقة التحضير وعملت له منتاج وعلى أساس أنزله فيديو ولكن للأسف انمحى الفيديو وعدنا التصوير كرمى لعيونكن لحتى نقدم شرح بسيط جدا يفهمه الجميع وهذا كله بسبب اللغط الموجود بالنت وخلينا نعمل خل صحي ونميز إمكا بيكون حلال وإمكا بيكون حرام بيسعدني بهالوصفة يشاركنا الدكتور عبدالقادر شره بشرح بسيط جدا وبنفس الوقت علمي لتفهمه كل ست بيت وأي شخص حابب يحضر الخل بطريقة صحيحة والأهم تكون حلال وشرعية مليون بالمية للأسف بالنت فيه أشياء كتير مغلوطة حبينا انصححها تفضل دكتور مساء الخير مستمعين ومشاهدين ومستمعات ومشاهدات شفتوا مراسم كيف عملية المقدمة وهو وقدمت لكم كيفية تحضير التفاح قبل أن نبدأ بعملية تصنيع الخل أحب أن أضيف فكرة صغيرة عن عملية التنظيف التنظيف طبعا نحن التفاح أو غيره من المواد التي تستعمل في الخل يجب أن تكون أولا غنية بالسكاكر غنية بالسكاكر وأن تكون ناضجة ونظيفة وجيدة ليس فيها تعطونات أو تعفونات هذا ضروري كتير بالنسبة للتفاح القطبين العلي والسفلي هو مرتع للحشرات ممكن أن يكون مرتع للحشرات تضع فيها بيوضها ففي هذه الحالة يجب أن نزيل هذين القطبين ثمر التفاح ممكن أن تكون ملوثة بشدة أثناء زراعتها بالمبيدات الحشرية وأيضا إضافة المواد الحافظة إلى سطحها كمواد شمعية يجب أن نتخلص من هذه المواد التخلص من هذه المواد عملية بسيطة جدا بوعاء لكل لتر ماء ملعقتين من بيكربونات السوديوم وأيضا ملعقتين من الخل نحضر محلول ونضع ثمرات التفاح في هذا المحلول لمدة نصف ساعة فقط يكفي وبعدها نقوم بغسل الماء جيدا بغسله بالماء جيد بعد ما قطعت امراصم التفاح حطينا قسم في آنية زجاجية وقسم في بعاء فخاري وأحب أن أنوه ممنوع استعمال أي أواني غير الزجاج والفخار بلاستيك ممنوع أواني معدنية ممنوع لأن هناك أحماض ومواد كيميائية ستتشكل أثناء عملية تشكل الخل يمكن أن تتفاعل مع مكونات البلاستيك أو المعادن وتؤدي إلى مواد حتى ممكن تكون سامية أو ممكن تكون مصرطنية لذلك لا يجب استعمال إلا الزجاج والفخار أحب أنوه أن كمية التفاح في كل وعاء يجب أن لا تتجاوز ثلتي الوعاء وبنترك الثلث العلوي فاضي لأن هناك كثير من الغازات سوف تتشكل ويجب ترك فراغ كامل ليستوعب هذه الغازات المواد الإضافية التي تساعد على سرعة التخمير وجودة الخل هي عسل أو أي مادة سكرية ويصلح التمر خميرة أي نوع من المخمرات مادة العكبر سوف نحكي كلمتين عن مادة العكبر هي من منتجات النحل أصناء تصنيع العسل يحمي فيها استوداعات تخزين العسل من الجراسيم والبكتيريا نضيف ملعقة من الخميري كمية التفاح التي لدي هنا يعني بحوالي كيلو وكيلو وربع فأضيف له ملعقة صغيرة من الخميري وأوزعها بشكل سنضيف الآن نصف ملعقة صغيرة من العكبر نضيف ملعقة ممتلئة من العسل العسل يجب أن يكون من النوع الطبيعي والجيد طيب البديل العسل ممكن حبتين تمر أو أي مادة سكرية نضيفها ممكن يكون جود بالموجود سكر عادي ممكن اي خلاص بعض المصادر تقول لا بس أنا ما بعتقد أنه فيه مانع نضيف كمية من الخل المحضر سابقا كمادة معقمة للبدء في عملية التخمير ملعقتان من الخل كافيات طبعاً أنا أضفت الخل لعدم توفر البديل الأساسي أو الأصلي والمعتماد وهو خميرة الخل خدمة الخل لا تتوفر إلا في مصانع الخل لذلك أضفنا الخل كمادة طبيعية بديلة عن خميرة الخل وهذا ممكن لا تنسوا كمية الهواء التي يجب أن نتركها فوق مستوى التفاح لاستيعاب الغازات التي ستنطلب أثناء عملية التخمير الآن نضيف الماء ماء عادي نضيف الماء بحيث يغطي إلى نصف مستوى التفاح لا يغمر التفاح لنصف مستوى التفاح كافي سنرى كمية الماء التي سنضيفها وصلت تقريباً إلى نصف مستوى التفاح وهذا كافي في الوعاء الآخر نضيف الماء تغمر نصف مستوى التفاح قمنا بتغطية المرتبان بنايلون التغليف اللاصب ضبطناه بإحكام والآن نقوم بإغلاقه دراسة الغطاء وفي هذه اللحظة بدأت عملية التخمير قمنا بإحكام إغلاق الوعائين بعد الآن سنضعهم في درجة حرارة معتدلة لا يجب أن يكون برد ولا حر وفي الظلام لذلك يمكن أن تغطي بحرام أو بأي قماش آخر ويكون هناك جو مظلم لمدة 40 يوم لا نفتحه أبداً قمنا بإغلاق الوصاقتين مكتوب عليهم تاريخ بدء التحضير هذه مرحلة مهمين لكي لا ننسى بعد الآن نفتح هذه الأوعائين قمنا بإغلاق الأواني وضعنا كيس أسود تحقيق شرط الظلام وما بيمنع أن نضيف قماش آخر حرام شرشف أي شيء أي شيء ممكن ونشوفكم إن شاء الله بعد 40 يوم ونكمل المراحل يسعد مساكن يا أحلى متابعين رح نتابع طريقة تحضير الخل بعد مرور 40 يوم رح نفتح الغطاء المحكم الإغلاق اللي سميناها المرحلة اللاهوائية وهي المرحلة اللي عدينا منها مرحلة الخمر مرحلة الحرام رح ننتقل لمرحلة الحلال نفتح الغطاء من سمي هالمرحلة المرحلة الهوائية يعني تتنفس مناخد قطع التفاح منحطهم بمصفية ورح بإيدنا نعصرهم وممكن من خلال خلط تعصري لأنه هش جدا رح ينعصر معك بكل بساطة وبعدين رح أصفي ولكن الباقي ما رح أتخلص منه هلأ منشوف إش نوع؟ على فكرة هلأ إذا دقتي ما بيعطيكي الحموضة اللي بتمبسطي منا نحن رح نتابع مرحلة التخليل وكلنا بنعرف كل ما طول الخل تاخدي نتيجة أروع تاخدي حموضة فعلاً ولا أطيب رح أصفي والباقي المنسميه هذا حتمل أرجعه للمطربان وأغطيه بشاش المرحلة الهوائية يعني عبيت نفس مرحلة الحلال وبتابع التخليل بعد فترة هو هذا الحتمل برجع بعصره بإيدي وبنزل منه الخل هذا الخل اللي عصرته صفيته بشاش أي قماشة قطنية عندك أو شاشة أنا عندي هون فستان قديم عملته أحلى مصفي رح أصفي وإذا دقتي ما رح يعجبك ما رح تاخدي الحموضة اللي بتحبيه بالخل بدك تصبري علي وكل عياته منعرف إنه كل ما طول الخل تاخدي نتيجة أروع ومفيد جداً في خل عمره خمسين سنة يعني ما بيخرب لو شفتي عليه مادة بيضاء هي اسمها أم الخل منحطه بيأنينة أول شي بيتعكر عملي زوم للكاميرا بتلاقي شو في لونه مجرد ما تتركيه على جنب رح يرقود ويصفى وكل ما تركتي أكتر متل ما قلت بيحمض بتاغدي طعم فعلاً ولا قطية الدكتور بيعتذر منكن عطاني الشرح المفيد لحتى أشرحه خلص نحن انتقلنا من ملحلة الحرام اللي هي أربعين يوم بيكون خمر وهلأ انتقلنا للتخليل هلأ عم بيتخلل عم بيصير تفاعل لأنه فتحنا وعرضنا للهواء مشان هيك بيكتسب حموضة وبيخلخل معنا وبيعطينا الحموضة المصبوطة غطيتهم بشاش بهذا الفستان الأديم اللي عندي اللي هو دانتيل وطلق أحلى زينة لها المطربانات هاي النينة قديمة عملي خل أنا من قبل وقلتلكون نحزف بالغلط المهم هذا هو تحضير الخل بكل بساطة بتمنى تستفيدوا وتجربوا لأنه فعلا ولا أرواح شايفين شلون صافي هذا هو الخل بطريقة صحيحة وبسيطة يا هلا